سيدنا علي لما هاجر من مكة إلى المدينة وكان به فقر شديد ذهب يلتمس عملاً وأبى أن يعيش على على ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عملاً عند يهودية قالت انقل لي الماء من أرضي في مكان كذا من بئر في مكان كذا إلى أرضي في مكان كذا ولك بكل دلو ماء طمرة انقل لي الماء من بئر في مكان كذا إلى أرضي في مكان كذا ولك بكل دلو طمرة فنقل لها سبعة عشر دلو حتى أكل حبل الليف من يدي وذهب إلى النبي وحكى له ما كان وطعم الطمر سوياً وأنشد علي لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال قالوا لي في الكسب عار قلت العار في ذل السؤال العار أنك تعيش عالى على الناس العار أنك تبقى متسول وأنت تقدر على الكسب العار أن ترق ماء وجهك لفلان وفلان صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف المهاجري فقال سعد بن الربيع الأنصاري صاحب المال قال لعبد الرحمن ما لي أجعله بيني وبينك نصفين لو عندي مليون أنت خمسمائة ألف وأنا خمسمائة ألف بجد مش أوانطة مش كلامه خلاص بجد قال وتحتي زوجتين التي تعجبك منهما أطلقها وبعد انقضاء عدتها تتزوجها قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك إني مرء تاجر دلوني على السوق أنا عايز أقول بعرأ جبيني بكد يميني ما عش عالى على حد دلوني على السوق فذهب وعمل وبعد كم يوم رآه رسول الله وبه أثر السفرة يبدو أنه كان عنده شعر أبيض حناه أو السفرة دي طيب كان معروف بيحط منه يعني العرسان فوجد أثر لها في ثوبه المهم النبي بذكائه فطن إن ابن عوف تزوج قال تزوجت يا ابن عوف قال له أي حصل يا رسول الله قال على ماذا لأنت لسه جاي من كم يوم مسكين قال على مثل نواة من ذهب تزوجت امرأة أنصارية المهر حت الدهب أدي النواية دي مش الشبكة ولا الأيمة ده المهر ونوى المدينة صغير لأن الطمر جيد على مثل نواة من ذهب ده الصداق قال هل أولمت عملت كده طعام ودعت أحبابك قال لا قال أولم ولو بشاه ولو هنا للتصغير وللتقليل يبقى النبي كان عفيف و أمر الصحابة بالعفة و كانوا يتعففون و يجتهدون و يعملون رضي الله عنهم جميعا كان يقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده و إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري شوف سيدنا داود ملك ملك و نبي و تحت إيديه من الممتلكات و العبيد و الأموال ما يجعله يأكل أطايب الطعام و يشرب أفضل الشراب إلا أنه كان يعمل حدادا سيدنا داود كان شغال حداد ملك و لا يأكل إلا من كسب يده و كان يعمل حدادا سيدنا النبي يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده كان منهم من يعمل بالتجارة و على رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم و منهم من كان يعمل برأي الغنم بل كل الأنبياء رعوا الغنم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم و قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري و هو صغير كان يرعى الغنم اليوم القراريط يعني ربع درهم يعني أجرته درهم درهمين ثلاثة في اليوم صلى الله عليه وسلم و منهم من يعمل حدادا زي سيدنا داود منهم من يعمل نجارا زي سيدنا نوح منهم من يعمل بالتجارة كلهم قد رعى الغنم و هذه الصنعة و المهن دي و الحرف دي لا تحط من شأن أصحابها إذ أن الأنبياء كانوا يعملون بهذه الحرف حتى لا يمدون أيديهم لأحد صلوات ربي وسلامه عليهم سيدنا زكريا نجار سيدنا نوح نجار سيدنا داود حداد سيدنا سليمان خواص النبي رعى الغنم صغيرا سيدنا موسى رعى الغنم سيدنا النبي عمل بالتجارة كبيرا و هكذا كل الأنبياء العار إنك تبقى عالى على الناس تبقى كسلان تبقى عاجز هذا هو المذموم الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود إني لأمقط يعني أكره إني لأمقط الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من أمر الدنيا ولا عمل الآخرة الله أنت يا ابن شغال إيه أنا من الأعيان يا منبي أيوة يعني أنت أشتغل إيه أنت ما تعرفش أنا ابن مين في مصر ما تعرفش عندنا كام عندنا كام سيارة عندنا كام مليون اشتغل ليه هو لم يحتاج أنا شغل ابني ليه هو ابني محتاج شغلوا عشان يبقى راجل عشان يحس بقيمة النعمة شغلوا عشان لو دارت عليكم الدنيا يقف موقف الرجال اعمل كما كان يعمل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جاءه رجل يسأل الصدقة نبي بصله كده لا ما شاء الله طول بعرض صحة وعفية قال هل في بيتكم شيء قال له أيوة قعب نشرب به الماء وحلس نبسط بعضه فرشة ونلتحف ببعضه قال اتني بهما فجاءه بهما قال من يشتري هذين قال رجل بدينار قال من يشتري هذين من يشتري هذين قال آخر علي بدينارين من باب المساعدة يعني قال خذ دينار واشتري به طعاما لأهلك واشتري بالآخر قدوم رأس فأس يعني واتني به فجاءه بالقدوم فشد النبي بيده العصى في القدوم وقال خذه واذهب واحتطب وبع ولا أرينك إلا بعد خمسة عشر يوم خد الفاس وطلع الجبل يكسر في الشجر ويربط ويبيع حزم حطب لفلان وفلان 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 بعد أسبوعين راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت عليه مخايل النعمة لبس جلبية نظيفة جديدة وشه ما شاء الله كده بيبك دم من الشبع بانت عليه النعمة قال النبي هذا خير من أن تأتي يوم القيامة وفي جبينك نكتة سوداء كيان الناس اللي بتسأل الناس بدون حاجة ملحة هيتفتحوا في الأخرة الناس الشنيبة هيتفتحوا في الأخرة الناس اللي بيلحرفوا في المسألة هيتفتحوا في الأخرة فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك هيتفتحوا في المسألة هيتفتحوا في المسألة هيتفتحوا في المسألة هيتفتحوا في المسألة